السلام لبنات كده يريل لبس عليكم كانت تمنى تكونوا باخير وعلى اخير باحوال جيدة ولقاكم دائما في احسن الاحوال اليوم في هذا الفيديو بغيت نبرتجي معكم تجربة ذيالي مع صبغة الحواجب انا صراحة اول مرة قلت نصبغهم عمري ما صبغتهم نهائيا واول مرة قلت نصبغهم ونشارك معكم الطريقة ولكن صراحة مكتبش انني نكمل الليزيتاب كاملين سوف نقول لكم سبب علاش مهم هنا في هذا الفيديو كنت كنت اردكم طريقة كيف نخلط الصبغة وذلك كنت اخذي غير شوية كنت اخذي مع شوية الماء وكنت تخلطها مزيان حتى كنت اخذي لبلكم اللون ديالها او غامق انا هنا كنت اخذت الصبغة بني غامق انا وخح جباني كحلين كنت اخذ هذا اللون شوية هرس ليداك اللون الكحل وزعمها كانت هنا من انني لم تنطرسيهم ومهم هدي كنت اخذتها بربعين درهم صافي درتها الحجباني البناء شغان قول لكم كاري توقعت لي واخا انني درت درتك الاختيبار اللي كيقولو ديال 48 ساعة انك تجربها على يديك ولا مرودنيك وتشوفي الى ما درتك شي حساسية ولا شي حاجة ديري هاز عمارة امينة انا درتها في يديا ودرتها فقررتها باكت ومعها كانت تنغزني ذلك ولكن صافي فات لا يوجدت الساعة قلت صافي خاصة ليداك صافي درتها في الليل معيشي 9 دونس صافي درق لد ثلاثة ثبائع انا دخلت بحلاتي النعس في الليل كان نحس بحجباني طائبة بثاف وبحلها كانت تقني ذاك البلاسة و ذاك شي قلت انا رواقيلها عادي غمع اول مرة ندير الصباحة و ذاك شي را عادي يعني ذاك شي ما غادي شي بقى لغد لي او البنات من اللي فقط في الصباح اشغان قول لكم عينية كاريتة كاريتة تلقيت عينية مسدودين و منفوخين و كل شي حمر اعتردت تخلعت واحد اعترد ما قلت سافر الله يسترواقيلها عميت غملي حلت عينية و هكا شفت بقيت كان نشوفكم نقول الحمد لله بعدها شوف ما مشاش لي اتدارت لي واحد الحالة واحد الحالة لا اله الى الله دابهن في هذا الفيديو هذا را تدارت تلتيام البنات اعتقدت كملت لكم الفيديو و هذه الصورة اللي وريتكم دابهن ستدست ثلتيام تدست ثلتيام مع هذه الحالة لا قدرت ان اصور هذه الحالة كاريتية هنا ارى كانت ما زال شوية الحمد لله بده اتكر نفاق و دك شي كيتفش هنا يا البنات كان ورىكم انا اخذيت هذه الماغة فونسي و قولت زعمة الى خرج لي اللون زعمة مشوح بحكم انها حجباني كوحل زعمة قدرت اخرج الشي لون ماشي وادك انا اخذ عوتاني الكحلة باش زعمة نعاوض نسبغ كنت عوالة زعمة نعاوض نسبغ مرة اخرى ساعة من لوقعت ديك الكاريتة ما صافي و اللي تكن قول صافي بغت حجباني صافي غي الشرع اللي ما كيحملش الله هو هذا الحمد لله على كل حال رب سبحانه وتعالك يحضر للطف والله رب جوجهم 40 درهم 40 درهم و زعمة الاصلية هذي كي يقول لك اللي كتكون القرعة ديال هذي البلاستيكرا هكتكون الاصلية ولكن البنات اللي عندهم حساسية ما يقربوش لها نهائيا ولا شكوا غير واحد في المية انهم عندهم حساسية لو سقدر تديرهم شي حاجة يبعدوا منها يبعدوا منها ما امكن هذه ركي يديروها بزاف ديال البنات و يخدموا بها في الصالونات وكل شيء و صارحة زوينة كيديروها البنات كتجي معاهم و ذاك شيء ما عندهم مش حساسية كتوافقهم بالنسبة للبنات اللي عندهم الحساسية غير يبعدوا منها انا واخر جربتها في الدية ولكن صارحة كلاتني شوية بدتك تقرصني ذيك البلاست اللي درت فيها السبقة ولكن قلت انا صافي ماشي حاجة عادي و لكن البنات رأى كارثة خرجت لي و كالحمد لله الحمد لله اللي بقيت كنشوف بعينيه و اللي تقول يا ربي فوت لي غير هذا عمري ما نعاود عمري ما نعاود ندير شي كارثة بحال هذا و حق الله اللي علي العظيم البنات بحالات الشيء ما إلا كنتوا عينيه شكين و غير واحد في المياه كما قلت لكم عندكم حساسية و لا شيء حاجة بيعدوا من هذا الشيء نهائيا و اخايا راز عمري البنات كيديروها و كيخدموا بها فصلونات و كل شيء كان البنات ما عندهم مش حساسية و ما كيوقع لهم بها شيء حاجة و معنا ملي شو حال شو في ذاك العينها كاك و لا تلي و ذاك الحالة و عينها من فوقين بنت لي غير بيافين هي اللي قدرتها شوية بحال لحسيت بها همدات على يدك الحريق صافي هاتش اللي قدرت ما صراحة ما مشي طلال طبيب لا تشي حاجة داس ثلاثيام شوية عين شوية انقصات و عين بقى شوية من فوقها و لكن الحمد لله ما ماشي بحال ماشي بحال زعمة للول كيما كان في ديك اليوم الولا لكانت كاريه ما قدرت لان خرج نمشي لعن الطبيب لاتشي حاجة و قريت صافي انقلس سنطلع دعمي و ان شاء الله هاتشي غا يفوت والله البنات حاولوا انكم ما تقربوش لي هائلة كانت عندكم حساسية ولا اي حاجة تشوفوها اي حاجة تشوفوها وتجربوها ولا شي حاجة حتط همارة صارحة كاتبين انها ديال الشعر امام شي ديال الحجبان ولكن همارة كيخدموا بها يعني البنات الحجبان همارة ما كدلهم بتشي حاجة ولكن البنات اللي عندهم حساسية يبعدوا منها ما امكن صافي هاتشي اللي كينا البنات باللازع ما اللهم اللهم ملقاك مع انك تتراسي حجبان كل ساعة ولا لا يصير توقع شي كاريتا والانسان يفقد تشوف دياله ولا شي حاجة هادي اول مرة واخر مرة انا نفكر ندير شي صباغ الحجباني ولا شي حاجة صراحة بعد المرات الانسان كيكون قارس كيقلب على المشاكل راسه وكانوا حجباني عاديين كانوا عندي طوال كنت كنقول انا يلا بغن بدل لهم شكل غدين حيط لهم النص بدا حيط نص من حجباني قلت زع ما باش نبقى نديرهم هاكا مستقيمين حيط كانوا عندي طوال وهابطين ما كانش غدين اضيك لا فوق من اللي بغيت صافي حيط النص قلت انا غنبقى كل ساعة نتراسيهم لماذا لا نأخذ صباغة وكانت بقالها فوق باينة نبقى غيب حلقة لك انت بهات شوية نبقى هاكا نتراسي فوق منها غيب شوية ستجي باينة يواصف على البنات درسة الكاريتة الحمد لله اللي رب نزل لطف ان انا ما عميتش وصراحة الفيديو كنت كنقول او ما غاديش نحطه حتى نشوف النتيجة يعني ما كان مغيش بحلقة اي صراحة اي منتوج ماشي غير هات الصباغة هذي كنقول اي حاجة خسي تنجربها ونشوف النتيجة ديالها عد نبارتاجيه مع البنات باش هاكا انسان نبحدة بمتلا شي بنت عندها حساسية او لاشي حاجة الى شابت هادي الفيديو رغت تفادها نهائيا ماشي انا غا نحط انا نسبة حجباني ونحط النتيجة ديك الساعة شوفوا حجباني كيفاش و اي بنت مشي تشوف الفيديو تشوف توقع عليها بحلقة كن مغيش نحط انا نتيجة كيف كانت زوينة كيف كانت خايبة باش هكا الابنات كيتجنبوا بزاف ديال الحوايج ماشي مثلا انا شي منتوج اول مرة غادي نجربوه عن بقان شكر في زوين وهادي وجربوها البنات لاختا كنشوف النتيجة وكن بزاف ديال الحوايج مهمة البنات بالنسبة لهذه الصبغة هذي اللي كيف قلت لكم اللي عندها حساسية تبعد منها ما امكان والبنات كيف قلت لكم را الاغلبين اللي عندها حساسية تبعد منها اما اللي عندها حساسية تبعد منها دبعنا هات جوج غير غادي نرميهم صراحة ما ما غاديش نعود نغامر نديرهم والمشكلة انا انا اخديت جوج قلت زعمة الى ما جانيش دك اللون هات جوج غادي نزع من ساعة غادي نعود شو انا اولا زعمة صبغ ونعود نصبغ هيو الحمدول الله الحمدول الله ربي كنزل لطف والله اعترا صراحة تخلعت اليومين اللولرة عجب حالي يجا نكتيق ايه مره ما قدرتش نصوره ما قدرتش شي حاجه ما زل الحمدول الله في النهار تالت شوية بدتك النفخ كيمشي الحمدول الله ميما البنات ردوا باركم ماشي اي حاجه تشوفوها تجربوا حتى تتسولوه مزيان وتأكدو انكم عندكم شي حساسية من شي حاجه وبنسبة ليك يقولوا هادي طبيعية راه ماشي طبيعية كلها مواد كيميائية ومتقاوش تشيقوا باي حاجه تتأكدوه مزيان راه انسان مخصوش يبقى يجرب فراسه اي حاجه وهاتش اللي كينا البنات وكانت من الفيديو دليوم يعجبكم ونكون فتكم وشكرا بزاف على المتابعة او تبقوا على اخير